قد يكون خبر ارتفاع أسعار النفط خبرا سارا في العديد من دول العالم إلا أنه لا يبدو كذلك في العراق بل مصدرا لاتهامات جديدة بالفساد تطال الحكومة والأحزاب السياسية الحكومة التي أعلنت عن وجود عجز يصل إلى 19 مليار دولار مطالبة حاليا بتبيان أين تذهب الأموال الفائضة جراء الارتفاع بالأسعار حيث احتسبت الحكومة في موازنة عام 2018 سر البرميل ب47 دولار بينما وصلها حاليا إلى 70 دولار وتخطى عتباتها إلى الثمانين الآن البرميل 71 و72 والأيام القادمة قد يصل إلى ثمانين هذا دليل على أنه هناك فرق كبير هذا الفرق الكبير مع ما موجود من رقابتنا على الحجود الآن قوية رقابتنا على الضريبة قوية صعدنا الأسعار كثيرا خاصة في الاستثمار والرقابة هذه كلها أرقام طيب إذا عدنا إيش أرقام بالموازنة المفروض الدولار إذا صعد أو نزل ما يأثر عليها بالعكس الدولار يفيدنا وينفعنا لكن مع كل هذا الارتفاع والأموال الفائدة التي قد تصل إلى 25 مليار دولار بحسب مقرر اللجنة المالية البرلمانية أحمد حمه لا يظهر أن هناك أي تأثير على هذا الدمار في الموصل في ظل تصريح الحكومة عن عجزها في إعمار ما يقارب من ربع مليون وحدة سكنية في المدن المدمرة وكأنها تقول بلسان الحال تدبروا أمركم مقابلها صارت ميزانيا في جاية ما فرحنا نحن نفرح من نحس تنعكس على المواطن على ترفيه المواطن على ترفيه المناطق على المهجرين على المناطق التي خربتها هذه الاتهامات تدعمها اتهامات أخرى من النائبة ماجدة تميمي التي تنفي وجود عجز أصلا في الميزانية وتكذيب كل من يتحدث عن أزمة مالية أول ست شهر من عدة عدنا سبعة تريليون ونص عدنا فائض موازنة بفائض شهري قدره واحد تريليون وميتين وسبعة واربعين دخل للعراق ألف تريليون وأربعة وسبعين مليار النفقات ألف تريليون وستة وخمسين إذا نحن عدنا فلوس مو ما عدنا فلوس ماكو أزمة مالية اللي يقولك أكو أزمة مالية هذا كذاب أنا مسؤول عن كلامي ويبقى السؤال الأكثر إلحاحا إلى متى يستمر هذا الوضع في ظل المظاهرات المشتعلة ضد النخب السياسية التي تزداد ثراء على حساب شعب اغتيل مرتين مرة حين احتلت بلاده والثانية حين سلمت لهذه الأحزاب السياسية التي لا تتوانى عن قتله وهو يطالب بحقه فقط برغيب في الخبز